اوعى تستنقص نفسك عشان مش لاقي اوعى اوعى تستنقص نفسك علشان ربنا ابتلاك وحسيت ان انت منتش قادر تجيب لبس او منتش قادر تكون زي فلان الفلاني او مش قادر تسابق حد في حياته العملية في حياته المظهرية اوعى تستنقص نفسك انت مقامك كبير مقامك كبير عند الله والجمال في الاصل زي ما قلت لكم مش ملبس ولا مظهر ولا شكل ولا عربيات ولا فلوس ولا عزب ولا اراضي ولا اي شيء الجمال انسانية الجمال اخلاق الجمال اقل فيه المظهر الخارجي اقل حاجة في الجمال هو المظهر الخارجي ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ان الله جميل يحب الجمال يقصد الجمال العام مش الجمال بمفهومنا احنا مش الجمال بمفهومنا احنا يقصد الجمال الخلق وجمال الروح جمال العطاء وجمال الانسانية وجمال المشاعر وجمال القلب يقصد كل ذلك الله تعالى يحبك وانت هكذا لكن تبصد تلاقي بقى واحد ممكن يكون لابس احلى المرقات والعالمية والفاشن وذو منصب وذو شحيسية وذو مظهر براق الى اخره لكن صدقوني ناس كتيرة كده وتظن ان هي كده وصلت لمقام عند ربنا وعند الناس انما لا تسوي جناحة بعوضة عشان كده القرآن شن على المنافقين قال على فكرة بس اما بقول المنافقين بقول الكلام ده علشان اقول لك تجمل تجمل بقدر ما ربنا اعطاك لكن في نفس الوقت ما تنساش الجمال الانساني والروح يعني المؤمن لما ربنا يدي له الدنيا بجانب الدنيا لازم اساسه يكون متين في الاعلقته بربنا وفي الاخلاق وفي الروح وفي كل الشي وفي العطاء وفي الانسانية بقول الكلام ده ترغيبا يعني في نفس الوقت مش عايزك تكون قاعد كده في وقت من الاوقات تحس ان ربنا سبحانه وتعالى حرمك حرمانا كبيرا بسبب ان انت متش لاقي ما تحسش الشعور ده خالص الدنيا دياءة والدنيا بسيطة والدنيا سالسة وما تستهلش فنرجع لموضوع المنافقين قرآن شنع على المنافقين من اسباب ذلك في صورة المنافقون واذا رأيتهم تعجبك اجسامهم الله تشوفهم تلاقي بسم الله ما شاء الله ناس ووزو حيسية وتفرح لما تشوفهم واذا يقولوا تسمع لقولهم لما يتكلموا تكلموا كويس جدا كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله ان يؤفكون ربنا لما بعملك ما بعملكش بمظهرك وهاكن يعامل يعامل الناس ان الله لا ينظر الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم و اعمالكم سيدنا سلمان الفارسي يا جماعة تخيلوا هذا الصحابي العملاق العظيم مقام عند الله وعند سيدنا النبي وعند المؤمنين كبير جدا سيدنا سلمان الفارسي يوم ان اشار الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخطة الخندق انه يخفر حول المدينة خندقا حتى يحول ما بين المدينة وبين الاعداء الخطة دي الخطة كانت فارقة في هذا التوقيت لان العرب كانوا اشعرفوها كان ما عليه ازار ورداء كرجل فيه منتهى البساطة يعني من اهل الصفة يجوع ايام عشان يأكل وجبة واحدة او يشبع يوما واحدا وبالتالي النبي عليه الصلاة يقول في هذا المعنى يقول صلى الله عليه وسلم يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يساوي عند الله جناح بعوضة يا اشتركوا في القناة